اهلا وسهلا فيكم من جديد في فقرة التغذية ومع رند الديسي وحديث اليوم عن فوائد الحديد والزنك كمكملات غذائية اهلا وسهلا يا رند صباح الفول كيفك؟ تمام وانت كيفك؟ تمام اهلا وسهلا فيك اهلا يعني رند كتير منسمع عن نقص الحديد ونقص الزنك ومنسمع عن مكمل غذائي في كتير ناس بيروخوا بياخدوا مكملات غذائية لحالهم احيانا بدون فقوصات فلازم نعرف عن الزنك ولازم نعرف عن الحديد بعد اذنك انه هذا المعدن شو وظيفته اصلا في الجسم شو بيعمل كبداية وبعدين منحكي شوي عن الجرعات المناسبة وكيف لازم ناخد هاي الجرعات معك حق بشكل عام هايثم انا اخترت نحكي عن الحديد وعن الزنك لانه هن يعتبروا المعادن الاكثر شيوعا للاشخاص ينصابوا بنقص هذه المعادن نعم وعشان هيك من الضروري انه نحنا نعرف من ناحية غذائية كيف الطرق الغذائية العلاجية الصحيحة اللي انا بقدر اولا اني اعدل النقص عندي بالجسم واذا ما كان عندي نقص كيف بقدر احافظ على النسب الصحيحة حسب الفئة العمرية لكل شخص حلو هلا رح نبلش اول شي بمعدن الزنك هو طبعا من اهم المعادن الموجودة عندي باجسامنا والاخص بالاخص لانه عنده تلات مهام رئيسية طبعا الى وظائف اخرى بالجسم ولكن انا اليوم رح ركز عن هدول التلاتة اللي يعتبروا رئيسيات اولا الزنك يساعد بشكل كتير كبير على تقليل خطر الاصابة بالانفلونزات وبيقو المناعة فالاشخاص اللي عندها مشاكل مناعية او عندها دائما معرضة للاصابة بالانفلونزا بنزلات البرد الزنك يعتبر معدن اساسي لحتى يقوي المناعة ويساعد على تقليل الخطر الاصابة بالمشاكل التنفسية حلو في عندي دراسة اثبتت انه الاشخاص اللي عم بياخدوا زنك على شكل يومي من مصادر مكملات غذائية لانها كانت جرع عالية كان عندهم خطر الاصابة بالانفلونزا والالتهابات الصدرية نزل قل بنسبة 35% فالوفائدة كتير كبيرة من ناحية الحفاظ على الجهاز المناعي والحماية من نزلات البرد الانفلونزا وكمان الالتهابات الصدرية حلو كتير تانيا الزنك بيساعد بشكل كتير كبير بالتحكم اولا بنسب السكر بالدم اللي بتعود لمرضة السكري او بزيد من حساسية الانسولين للاشخاص اللي عندها مشاكل في مقاومة الانسولين نعم فلمرضة السكري ينصح بشكل عام انهم ياخدوا زنك على شكل دائم باستمرار لانه الزنك بحسن من حساسية الخلايا للانسولين فأولا اذا كان عندي مريض من السكري من النوع الثاني دائما انا بحفز الخلايا على انها تصير حساسة اكثر للانسولين او كان بيعاني من السكري مقاومة الانسولين فهدول الاكثر استفادة او حتى الاشخاص اللي عندهم مشاكل في السكري من النوع الاول كمان بساعد على تحفيز الخلايا على الاستجابة للانسولين حتى لو كان من مصادر خارجية نعم راند لازم الشخص يعمل فحص دم ويعمل فحص من هذه المعادن حتى يعرف عنده نقص أو لا ولا ممكن أن يأخذ الزنك يعني إذا زادت الجرعة وإذا هو ما عنده نقص أصلاً في الزنك ممكن أنه يأخذ زنك؟ لا دائماً إحنا بنلجأ هيثم للفحوصات وعلى أساس نتائج الفحوصات بقدر أعرف إذا أنا بحتاج لمكملات غذائية أو لا نعم يعني أحفاً بحكيت عن مرضى السكري مثلاً بفيد مرضى السكري ممكن أنه يأخذ مكمل غذائي يكون فيه زنك على شكل شبه يومي ولكن بشريطة أنه كل شهر إلى شهرين نحن نعمل فحوصات الدم ويشمل هذا الفحص الزنك لحتى نشوف إذا أنا لساتني بالنورمال رينج حالو فممكن أني أنا أعمل أنه يوم آي يوم لأ بأخذ المكمل الغذائي من الزنك إذا أنا مريض سكر من النوع الأول أو بعاني من مقاومة الأنسلين شريطة أنه كل شهرين أعمل فحص دم بشكل دوري بهذا الفحص الدم يشمل الزنك وإذا كانت عندي النسب طبيعية فبقدر أكمل بالسبليمنت إذا كان عندي ارتفاع في نسب الزنك أو كان على الحد الأعلى لا بعطي جسمي راحة لمدة شهر على الأقل وبعدين ممكن أرجع من أول وجديد أخذ هاي المكملات الغذائية ثالث فئة اللي بتعتبر كمان الأكثر استفادة من مكملات الزنك إن الأشخاص اللي عندهم مشاكل ببثور الوجه الدائمة وبياخدوا أدوية لتعالج بثور الوجه الزنك بشكل كتير كبير بيساعد على تقليل الالتهابات يعتبر مضاد للالتهابات بشكل رئيسي فبيقدر أنه يتخلص من الجذور الحرة اللي بتأدي إلى ظهور بثور الوجه عند الأشخاص في بعض الحالات ممكن الأطباء إذا كان الشخص بعاني من السكري بعاني من بثور الوجه أو بعاني من مشاكل في الالتهابات الصدرية ممكن يلجأ الأطباء ليستخدموا الزنك كعلاج أساسي لهدول الفئات ولكن ممكن أنهم يأخذوا جرع أعلى من الجرع المسموحة يومياً أكثر من الأبر لمت للزنك العادة اللي إحنا بنسمح فيه ولكن هاي دائماً بتكون تحت استشارة وإشراف الأطباء بشكل يومي حلو حلو وفي بالتالي للأشخاص اللي رح سير عندهم نقص في الزنك ممكن أنهم يتعرضوا لهذه الأشياء اللي هي ممكن أنه نقص المناعة زيادة البثور على الوجه والبشرة وكل الأشياء اللي هي عكس الأشياء اللي بساعد فيها الزنك معك حق هلأ بشكل عام هايثام الجرع المطلوبة للزنك هو من 15 إلى 30 ملي جرام يومياً الأبر تولرانس ريت يعني اللي أنا ما بقدر أتعداه من الزنك هو 40 ملي جرام يومياً حكيت إلا في ثلاث حالات ولكن بتكون تحت إشراف الطبيب نعم بشكل عام لازم أنتبه من مكملات الغذائية من الزنك أني أنا ما أرتفع عن النسب اليومية المطلوبة لأنه عادة الزنك بتعارض مع امتصاص النحاس القبر بالجسم وممكن يؤدي إلى سوء في امتصاص النحاس وممكن يضغر عندي مشاكل ما كانت ظاهرة عندي من قبل نعم النحاس عادة إحنا ما بنركز عليه لأنه الأغذية فيه بنسب عالية موجودة وامتصاص جسمي يعتبر سهل بالنسبة له ولكن إذا كان عندي مكمل غذائي من الزنك يومياً ممكن يتعارض مع النحاس كمان المكملات الغذائية من الزنك ممكن تتعارض مع بعض أنواع من مضادات الالتهاب ويأخذ نوع معين من مضاد الالتهاب لازم أوقف الجرع اليومية من الزنك وكمان إذا ظهر عندي مشاكل بسبب نقص أنه حاس لازم أوقف المكمل الغذائي من الزنك حالو وهذول الجرع كمكملات غذائية رند غير الأكل ولا مع الأكل هذول عادة بيجوا مع الأكل يعني أصدي الجرع هاي مع حساب اللي ممكن نأخذه من الأكل العادي صحيح الخمستاش إلى تلاتين ملي جرام من الزنك بيجوا مع الغذاء وعادة المشتهر عندي بالأردن الموجود بالصيدليات أوف ذا شلف هو 25 ملي جرام حلو فممكن أخذهم مع الغذاء ولكن منذكر أنه كل شهرين لازم أعمل فحص الزنك لحتى أشوف قديش النسب حلو حلو كتير حلو إلا نتحدث عن الحديد طبعا من أهم وظائف الحديد أنه هو بيفوت بالهيموغلوبين اللي بيساعد على نقل الأكسجن بالجسم ولكن اللي إحنا ما بنعرفه أنه مهام الحديد ما بتقتصر بس على الهيموغلوبين بالعكس بيفوت بالنمو العقلي عند الأشخاص التركيز نسب الطاقة اللي بتكون موجودة عندي فالحديد معدن أساسي موجود عندي بالجسم ويشتهر كتير نقص الحديد عند العديد من الفئات العمرية وهلأ رح نذكر الفئات العمرية واحتياجاتنا اليومية حسب الفئة العمرية والجنس عند الأشخاص نعم يبدو أنه عند الأطفال بجوز على الثلاثة شهر لازم أنهم يعملوا فحص حديد إذا بنا نبلش بإحتياجات الحديد من الطفل الرضيع من أول ما ينولد الطفل لحديد عمره 6 أشهر الطفل مش بحاجة للحديد لأنه هو بياخد مخزون الحديد من الأم فالطفل عنده القدرة على أنه ياخد مخزون بيضاينه لمدة 6 أشهر من جسم الأم هلأ ما بعد 6 أشهر بتبلش إحتياجات الحديد عادة تزيد إذا بدي أحكي لأول فترة من أول ما ينولد الطفل لعمره 6 أشهر نعم نازم معلومة كتير ضرورية أنه نحنا نركز عليها إنه الأم يكون مخزونها من الحديد جيد عشان تقدر تعطي الجنين أو تقدر تعطي الطفل الطفل الرضيع هلأ دائماً بتظهر عندي مشاكل نقص الحديد عند الأطفال لما الأم بيكون عندها ضعف في مخزون الحديد فما بتقدر تعطي ابنها أو تعطي الجنين الحديد المطلوب فأنا دائماً بحكي فاقد الشيء لا يعطي لازم أولاً أركز إنه الأم يكون عندها نسب حديد صحيحة على أساس إنه الجنين أو الطفل أو المولود الجديد حديث في الولادة يكون عنده نسب صحيحة من الحديد نعم احتياجاتهم اليومية بتكون 0.27 ملي جرام من الحديد يومياً اللي بيقدر يغطيها بشكل عام من حليب الأم اللي بيحتوي على نسب قليلة جداً من الحديد أو حليب الصناعي اللي كمان بيحتوي على نسب صحيحة من الحديد حلو ما بعد عمر الستة أشهر رح تنصدم هايثم ما بين عمر الستة أشهر ل11 شهر بترتفع احتياجات الحديد اليومية للطفل لتصير 11 ملي جرام باليوم من 0.27 إلى 11 ملي جرام باليوم بالضبط والسبب الرئيسي لأنه هلأ الحديد بصير يفوت أولا بتكاثر الخلايا الدم الحمراء وبيزيد عندي نسب الدم عندي بجسم الطفل وعم بصير في عندي نموه سريع جدا وكمان ليقدر يواكب النموه العقلي اللي عم بصير عند الطفل في أول ألف يوم من حياته فأول ألف يوم بيكون عندي أسرع نموه عقلي والنموه العقلي بيحتاج حديد بنسبة كبيرة فهون أنا لازم أركز أنه أول ما أبلش الـ complimentary feeding أو الغذاء المكمل للحليب لازم هذا الغذاء يكون مليء بالحديد وخاصة اللحوم الحمراء ومش غلط أنه نحن نعطي الطفل لحوم عضوية مثل النسب صغيرة كتير من الكبدة أول ما يبلش الطفل يأكل وما نخاف من اللحوم عشان نعطيه احتياجاته من الحديد إذا كان الطفل عم بيأخذ حليب الاصطناعي فالحليب الاصطناعي بيعطيه احتياجاته من الحديد ولكن عادة إحنا بنركز على الطفل اللي عم بيرضع رضاعة طبيعية لأنه الحليب الأم ما بيحتوي على الحديد أو بنسب ضئيلة جدا نعم ما بتغطي احتياجاته فمنركز على الغذاء المكمل أو بنركز على المكملات الغذائية تحت استشارة الطبيب حلو وهلأ كل ما زاد العمر بزيد احتياج الحديد بشكل عام ولا لا بالعكس هلأ على أعلى عمر رح تيحتاج الطفل الحديد هو عمر من 6 إلى سنة من 6 أشهر إلى سنة بيحتاج 11 ميلي جرام بعدين بتبلش الاحتياجات تقل لأنه النمو العقلي بقل فبعد عمر تقريباً السنة إلى ثلاثة سنوات بيصير الاحتياجات اليومية 7 ميلي جرام على عمر 4 إلى 8 سنوات بيصير الاحتياجات اليومية 8 ميلي جرام بعدين برجع بزيد لأنه الطفل بيكبر حجماً بيصير 10 ميلي جرام ما بين عمر 9 إلى 13 ما بعد عمر 13 بيصير في عندي اختلاف كبير ما بين الذكور والإناث عادةً الذكور بيحتاجوا 8 ميلي جرام باليوم لحديد ما يصير عمرهم بالغين يعني لحديد عمر البلوغ وحتى عمر الشيخوخة بيظل احتياجات الرجال من الحديد 8 ميلي جرام أما للنساء فبتصير يعني تتزايد لحديد 18 ميلي جرام وخاصة بسبب الدورة الشهرية اللي بتفقد نسبة كتير كبيرة من الحديد على عند الأطفال عند الأطفال رند لازم نعمل فحوصات دائماً صح في أي عراض ممكن تظهر على الأشخاص الأطفال مثلاً بعدين على البالغين بالنقص الحديد يعني احنا بنعرف أحياناً إلو علاقة بالإعياء إلو علاقة بالتعاب إلو علاقة بأنه ما يكون الشخص حاس أنه عنده طاقة أحياناً أحياناً ممكن يأثر على نزول الوزن صح مزبوط بشكل عام إذا بدي أعرف شو العلامات اللي بتظهر على جسم الطفل بالأخص إذا كان عنده نقص حديد أولاً الطفل بيكون ما عنده شهية على الأكل فالشهية بتتأثر بشكل كتير كبير بسبب نقص الحديد وعلى فكرة نقص الحديد شائع جداً 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 بعد عمر الستة أشهر عند الأطفال فعشان هيك دائماً إحنا بنركز على الفحوصات الدورية وإنه الأم تستشير الطبيب إذا الطفل بحاجة إلى مكمل غذائي ممكن يعطيه شوي من الحديد إذا ما كان عم بيرضع حليب إصطناعي له علاقة بالمناطق الجغرافية أنا كتير بقرأ أنه أحياناً الشعوب معينة بمناطق جغرافية معينة بيكون في عندهم ارتفاعات بمعادن معينة وانخفاضات بمعادن معينة يبدو أن نحن بمنطقة الشق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط في عنا بشكل عام في سوق امتصاص الحديد كمنطقة جغرافية صح؟ صحيح أنا سعيدة جداً أنه عندك هاي المعلومات صراحة يس بشكل عام هاي عفكرة معلومات جيدة كثير عم بيدرسوها العلماء هلأ أنه عادة المنطقة الجغرافية عم بتأثر على تغذية الطفل والأهم من ذلك أنه الغذاء الموجود حسب المناطق الجغرافية المختلفة تؤثر على الجهاز الهضمي عند الطفل اللي ألتمتلي بيأثر على الامتصاص هذا الإشي لسه فيلد كثير جديد بالتغذية هلأ عم بيكون تحت الدراسات ولكن بشكل عام إحنا البحر الأبيض المتوسط سكان المناطق اللي حول البحر الأبيض المتوسط للأسف عنا سوء امتصاص بالحديد وعشان هيك بنشوف أنه نقص الحديد عندي وارد جداً وعم بيتأثر الأطفال فيه بشكل عام وعم بيتستمر معهم النقص لحديث ما يصيروا كبار في السن ويؤدي إلى فقر دم في بعض من الحالات نعم فعادة نعم يعني هون لازم أسألك عن شغلة شائعة جداً كمان وهي شباب بالجالوري يعني عم ذكرون فيها موضوع الشاي بعد الأكل أكثر إشي بنسمع عنه أنه بمنع امتصاص إحنا بجوز معنا دقيقتين بس بمنع امتصاص الحديد من الأكل صحيح صحيح عادة في عندي أغذية بتعيق امتصاص الحديد عندي بالغذاء أو في عندي أغذية إحنا بناخدها ما بعد الأكل ممكن أنها تعيق الامتصاص ومن أهم هاي الأغذية اللي إحنا رح نحكي عنها اليوم أولاً الكالسيوم بعيق امتصاص الحديد فدائماً إذا أنا بدي أخذ مكمل غذائي من الحديد يفضل ابتعاده عن مصادر الكالسيوم وخاصة إذا كانت الوجبة فيها بيض لأنه البيض يحتوي نوع من أنواع البروتين هذا البروتين الفوسفوتيفن يسمى هذا الفوسفوتيفن بيقلل كتير امتصاص الحديد للأشخاص من الوجبة فبشكل عام إذا بدي أخذ مكمل غذائي من الحديد يفضل أنه يكون الصبح بكير على معده فارغة بعيدة عن القهوة الشاي وأي نوع من الغذاء اللي بيحتوي على الكافيين أو على الكالسيوم على معده فاضية إذا أنا ما قدرت أخذه على معده فارغة أفضل أثبنا وأثبكم الله إذا ما قدرت أخذه على معده فارغة فيفضل أنه نحنا ناخده مع وجبة ما بتحتوي على الكالسيوم ما بتحتوي على البيض وكمان ما بتحتوي على الفايتيتس بالإضافة للبوليفينولز اللي هلأ رح نحكي عنهم هدول الأغذية بشكل عام بيقللوا من امتصاص الحديد نعم فإذن كالسيوم البيض ثالثاً لما نحكي عن الأوكزالات أو أنهن الأوكزالات هدول الأوكزالات هن عبارة عن مركبات موجودة بالأغذية اللي بتحتوي على الخضار الورقية الداكنة مثل السبعنخ مثل الركة الجرجير بعض من أنواع المكسرات وبالأخص الجوز الفراولة بيحتوي على الأوكزالات هذه الأوكزالات بتعيق امتصاص الحديد اللي هي ثالث فئة رابعاً الفايتك أسد اللي هم حمض الفايتك اللي كمان موجود ببعض من أنواع الأغذية مثل الابهارات مثل المكسرات بالإضافة للخضار الورقية لكن بعض منها بآخر دقيقة رند لو سمحتي موضوع المكمل الغذائي كحديد أيضاً نتعامل معه بنفس ما نتعامل مع الزنك صحيح نتعامل معه بنفس الإشي عادة المكملات الغذائية من الحديد يفضل أنها تكون أورل سبليمت يعني أنا بأخذها عن طريق الفم في عندي مكمل غذائي من الحديد موجود على شكل فوار رائع أنا كتير بنصح فيه للأشخاص نسب الحديد اللي فيه أعلى من المكملات الغذائية وبنفس الوقت الأضرار الجانبية أو الأعراض الجانبية من ناحية اللعية الاستفراغ وأوجاع المعدة والإمساك بتكون كتير أقل في علاقة سوري للمعارضة بس بين الحديد وقوة الدم طبعاً طبعاً كلما كان عندي نسب الحديد أعلى كلما بكون دم عندي أقل صورة لقوة دمه ضعيفة ممكن يكون عنده الحديد حليل طبعاً إذا كان عندي ضعف بقوة الدم بيكون عندي ضعف بمستويات الحديد نعم مع هذا مشاكل معينة ممكن تظهر عند الأشخاص مثل الأشخاص الحاملين لا مثلاً جين التلسيميا بيكون عندهم مشاكل بقوة الدم عادةً إحنا بنبعدهم عن المكملات الغذائية اللي فيها حديد نعم فبشكل عام إذا بنحكي عن المكمل الغذائي وفضل أنه إحنا ناخد الفوار إذا ما قدرت أخذ الفوار فبقدر أني أخذ الحبوب ولكن مشكلة الحبوب أنه عند بعض من الأشخاص بتعمل مشاكل بالإمساك وصعوبة الهضم إذا ما قدرت أني أخذ الحبوب فبنلجأ لناخد الـ IV على شكل هذا الـ IV بيتاخذ لفترة طويلة شريطة أنه يكون عم بيتاخذ تحت إشراف طبي في غرفة معتمة عشان أقدر أستفيد منه وما يصير في عندي أعراضه الجانبية نعم جميل جدا شكرا كثير رند يعني معلومات غنية جدا يعني إن شاء الله ممكن تحكي عن المعادن ثاني وأيضا فيتامينات ثانية وفقرات ثانية شكرا شكرا أهلا وسهلا